السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنكمل تاني درس في الNervous System لGrade 9 Inspired Biology الNervous System بينقسم لجزئين ايه هما اول حاجة Central Nervous System وتاني حاجة Preferral Nervous System Central Nervous System CNS او Preferral Nervous System PNS تمام Central Nervous System ده اللي هو موجود في الbrain والspinal cord احنا خدنا المارلفات ان الbrain والspinal cord دول ايه اللي هم الدول اني نوع من ال neurones اللي هم الenter neurones تمام طيب اتبقى كده عندي ايه من ال neurones اتبقى عندنا السنسوري والمطر يبقى كده الperipheral nervous system بيتكون من السنسوري neurones والمطر يبقى السنترال فقط بيتكون من الenter neurones طيب اول حاجة central nervous system ايه وظفته انه هو بيكوردينيت ال body's activities او بينظم او بينسق انشطة الجسم تاني حاجة بيستقبل او بيبادل messages وبيحل response relay messages and analyze response طيب اول حاجة عندنا هنتكلم عن الbrain هو control center of the body هو المركز التحكم في الجسم ليه بقى؟ لان الbrain بيمنتينز هوميستيسيس او بيقوم بتنظيم بعمل او تنظيم التوازن الداخلي في الجسم اه تاني حاجة بيانفولف في اغلب الاكتيفتيز بتاعت الجسم بيشارك او بيستاهم في اغلب الاكتيفتي بتاعت الجسم اه فهو بيقوم عشان الحاجتين دول انهو بيحافظ على التزان الداخلي homestasis يعني التزان الداخلي وبيانفولف في ال body's activities يبقى اه هو كده بيكون مركز التحكم في الجسم هناخد الparts of the brain الparts of the brain او الحاجة السيربرم السيربرم دا اللي هو المخ اكبر جزء في الbrain او الدماغ هو المخ اللي هو الجزء دا تمام طيب السيربرم هو the largest part of the brain بينقسم ل two hemispheres بينقسم لنصفين النصف اللي هو المخ في الليمين والنصف التاني في الشمال طبيعا ينقسم لtwo hemispheres طبعا الhemispheres احنا عارفين جسمنا مفيش حاجة بتشتغل منفصلة عن التانية فطبيعي المخ جزء المخ الشمال مش هيكون منفصل عن الجزء اليمين او ما اللي بيحصل انه هما الاتنين بيتكوننكتوا عن طريق الnervous مجموعة من الاعصاب كده بتربط ما بين الفونكشن بتاعته انه هو بيشارك في اغلب الثوت بروسسز او عمليات التفكير وبيشارك كمان في التعلم الميموري او اللانجوج او الاسبيتش او الفولانتري بادي موفمنت وكمان السنسوري برسيبشن اغلب الحاجات اللي هي علاقة بالتعلم والميموري او الذاكرة واللانجوج والحاجات دي السيريبران بيشارك فيها طيب الفولس والجروفز زي ما انتو شايفين كده الجزء بتاع السيريبران مش سموث بيكون كده فيه فولس وجروفز تعاريج زي ما انتو شايفين الشكل ده فالتعاريج دي مهمة جدا جدا ان هي بتشارك في عمليات التفكير المعقدة يعني اغلب عمليات التفكير المعقدة اصلا بتكون في جزء السيريبران ده فبالتالي المين اللي بيساعد على عمليات التفكير المعقدة دي هو الفولس والجروفز المجودة جوه المخ زي ما انتوا شايفين تمام يبقى الفولس والجروفز قلنا بتشارك فيه الكومبليكاتد ثوات بروسسس تاني بارت عندنا في البرين هو السيريبيلم السيريبيلم ده اللي هو المخيخ اللي هو اصغر من المخ بشوية زي ما انتوا شايفين كده تعالوا نشوف في الصورة السيريبيلم ده السيريبيلم او المخيخ موجود فين موجود موجود في الخلف بتاع الدماء الفونكشن بتاعته ايه سيريبيلم اي حاجة اللي هي علاقة بالبالانسين اللي هي علاقة بالكوردينيشن اللي هي علاقة بالموفمينت بتاعت الاسكيليت الموسلز ده بيكون في السيريبيلم يعني هو بيكونترول بينظم او بيتحكم في تنصيق وتوازن والوضع بتاع الجسم ام كمان بيشارك في الموفمينت بتاعت السكيليت الموسلز زي ايه زي امثلة مسلا لما حد يجي لعب على البيانو فالبيانو محتاج ايه محتاج محتاج كوردينيشن من الفينجرز مثلا محتاج تناصق في حركة الاصابع بتاعتنا فالتناصق ده مين اللي بيساعد عليه السيريبيلم كمان لما نيجي لما حد ييجي مثلا ييه رايدنج بايك ييه سوق كده او ييه رايدنج بايك البايك كمان محتاج تناصق في الحركة ان انا بعمل على البيدل او البيدل بتاع العجلة ده ان انا رجلي بتبدل واحدة واحدة وهكذا فالحركة دي متناصقة لازم تكون متناصقة وإلا هقعمل على العجلة مش هعرف اسوق تمام فالطالما ليه علاقة بالتناصق او توازن الجسم او وضع الجسم يبقى كل ده بنتكلم عن السيريبيلم ثالث بارت عندنا اللي هو البرينستيم تعالي نشوف البرينستيم ده البرينستيم زي ما انت شايفين بيتكون من اللي هو البونز وميدولة أبلنجيتا البونز والميدولة أبلنجيتا ليهم كل واحدة ليها وظيفة يعني الميدولة أبلنجيتا دي بتريليز سيجنلز ما بين مين ما بين البرين والسباين الكورد يعني هي بتوصل الماسيجز او السيجنلز ما بين البرين and سباين الكورد زي ما انت شايفين كده ده لو احنا نزلنا هنا كده على سباين الكورد اللي هو الحبل الشاوكي بقى في الظهر لحد نهاية الظهر وكده فده سباين الكورد فهي الميدولة أبلينجيتا بتنظم أو بتعمل بتنظم السيجنالز ما بين السباين الكورد وما بين البرين تمام طيب عندنا البونز بتريلي بقى المسجز ما بين ايه ما بين السيربرم والسوري بيلم زي ما انتو شايفين كده البونز بتنصق أو بتنظم المسجز ما بين الاثنين جزئين دول السيربرم والسيربرم دي اللي بتريلي المسجز ما بينهم هي البونز وما تدل لأبلينجيتها ما بين البرين كلها وما بين السباين الكورد كلها تمام البونز كمان بتконترول بلينج ريت بتساعد في التحكم في البرينج او التنفس تمام المدولة أبلينجيتا help control breathing rate برضو والheart rate والblood pressure rate تمام مسؤولة عن كمان swallowing والجرجing والvomiting والcuffing والsneezing كل الحاجات دي اللي هي العطس والكحة والتقيق والاحساس بالتقيق والحاجات دي كلها المسؤولة عنها المدولة أبلينجيتا آم تمام طيب نيجي بعد كده رابع جزء اللي هو الhypothalamus الhypothalamus دي اصغر حاجة في البرين اصغر جزء خالص كأنه كده نفس size بتاع الفينجر نيل او عقلة الاصبع هو ده حجم الhypothalamus ومع ذلك بتقوم بأكثر وظيفة في البرين هي أهم جزء في البرين هي الhypothalamus دي آم مهمة جدا في المنتينج هوميستيسس تحقيق التوازن الداخلي regulate body temperature with thirst and water palate اللي هو التحكم في درجة الحرارة أو تنظيم درجة الحرارة والعطش والجوع والتوازن الماء في الجسم وهكذا آم كمان بتنظم آم الblood pressure والsleep والaggression fear والsexual behavior اللي هو ضغط الدم وكمان النوم ليه علاقة بالنوم واللي هي السلوك العنيف ليه علاقة بالسلوك العنيف ان الشخص دي يبقى مثلا عنده سلوك عدواني او سلوك عنيف وهكذا sexual behavior او السلوك الجنسي ده الhypothalamus هي اللي بتregulate او بتنظم الحاجات دي اهو بيقول في الاخر ان هي نفس حجم الفينجرونيل ولكن بتقوم بوظيفة مختلفة بوظيفة يعني اكتر من اي ريجن تانية في الbrain تماما كده خلصنا الbrain اللي هو احنا بنتكلم الوقتي على cns او central nervous system فخلصنا الbrain وشفنا الparts بتاعته نيجي للتاني تاني جزء بقى في ال cns او central nervous system وهو ال spinal cord تماما ال spinal cord ممتد من الbrain لحد ال lower back زي ما انتو شايفين بيبدأ من هنا لحد ال lower back او اسفل الظهر تماما اه يعني ال spinal cord ده بيكون يعني اه مش قوي كفاية ان هو مثلا يستحمل اي ظروف خارجية فعشان كده عليه طبقة من الحماء او عليه حاجة بتحميه اللي هو ال vertebrae او العمود الفقري يبقى العمود الفقري او الفقرات بتاعتنا دي بتحمي مين بتحمي ال spinal cord تماما اه اوكي فكده عرفنا ال spinal cord هو ممتد من فين لفين وبي protected by the vertebrae اللي هو محمي عن طريق العمود الفقري تاني حاجة عندنا تاني حاجة عندنا في nervous system او تاني جزء هو ال peripheral nervous system ال pns فهو في الاول بيفرق لي ما بين the neurons وال nerves فهو بيقول يعني the neuron حاجة وال nerves حاجة تانية ان the neuron هو بيتكون بتكون من ثلاث حاجات طبعا احنا شرحناها وعرفنا ان هي بتتكون من dendrite والcell body والaccent فقال لي the nerves بقى هي bundle of accents يعني مجموعة او حزمة كده من ال axons بتكون لي the nerves تماما في حوالي 12 nerve بيقدي من وإلى brain في حوالي حاجة و30 spinal nerve بيقدي من وإلى spinal cord فكده the nerves هي مجموعة من the axons لكن ال neuron زي ما اتفقنا ان هي بتتكون من الثلاث اجزاء من three parts بتاعتها اللي هي dendrite والcell body والaccent بعد كده بعد كده pns بيclassified اللي هو part من حاجتين ياما part من the somatic nervous system ياما بيكون part من the autonomic nervous system ايه هو somatic nervous system وايه هو autonomic nervous system هنعرف دلوقتي ال somatic nervous system بيريليز information to and from skin and skeletal muscle بيبادل المعلومات او الانفورميشن من وإلى ال skin وال skeletal muscle تمام في العادي ان حركة الحركة بتاعة ال somatic nervous system دي بتكون voluntary يعني انا بقدر اتحكم فيها وفيه جزء منها involuntary يعني انا مش بقدر اتحكم فيه طبعا مش احنا قلنا هي بتبعت المعلومات من وإلى ال skin وال skeletal muscle انا بعرف اتحكم في ال skeletal muscle بتاعتي العضلات الاهيكلية اللي عندي انا بعرف اتحكم فيها فدي جزء من voluntary voluntary اللي هي ايه انا بقدر اي حركة انا بقدر اتحكم فيها بقدر ارفع ايدي بقدر مثلا اتحكم في حركة قدمي وكذا فالعضلات او العضلات الاهيكلية دي بتكون الحركة بتاعتي بالنسبة بتكون الحركة بتاعتي بتكون voluntary تمام في جزء تاني involuntary اللي هو ناتج عن reflex arc اللي احنا خدناها اللي هو لما انا مثلا بحط ايدي على حاجة سخنة او على اي stimulus او مؤثر فايه اللي بيحصل انا بشيل ايدي فورا يعني بدون وعي مني عشان كده بيقول عليها involuntary ان انا بتصرف بدون وعي مش بكون متحكمة في حركتي ده الفرق ما بين voluntary وال involuntary تمام فهي the somatic nervous system جزء منها voluntary جزء منها involuntary اللي هو خاص بال reflex لكن اغلبها بيكون ايه اغلبها voluntary طيب نيجي للاوتونوميك nervous system الاوتونوميك بقى بريلي الانفورميشن منين من وإلى بقى الهارت والانترنال اورجانز هل الهارت والانترنال اورجانز دي او الاعضاء الداخلية انا بقدر اتحكم فيها يعني هل انا بقدر اتحكم في حركتها مثلا اقدر اتحكم امتى القلب بتاعي يضخ الدم امتى مثلا المعدة تهضم وهكذا لا اما بقدرش اتحكم في الحاجات دي فبالتالي حركتها دايما بتكون involuntary تمام الحركة بتاعت الاستجابة بتاعت الاوتونوميك nervous system الاستجابة response بتاعته بتكون involuntary يعني مش بتكون conscious مش بتكون على وعي تمام طيب في to response او استجابتين للاوتونوميك nervous system ده امتى لما نكون او استجابة اسمها fight or flight respond دي لما يكون الشخص ده في حالة خوف او ضعر او 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 في حاجة مخوفة يعني او كده ده بيكون في حالة حالة اسمها fight or flight respond حالة تانية بيكون اسمها ايه rest and digest امتى الكيس التانية او الحالة التانية هي rest and digest دي لما يكون شخص في حالة يعني بيكون relax او الدنيا يعني معايا calm او كده فبالتالي الاستجابة او respond بتاعتو بتكون rest and digest تمام كل حاجة فيهم كل response مسؤول عنها جهاز معين تمام يعني الفايت or flight مسؤول عنها مين مسؤول عنها system اسمه ايه اسمه sympathetic nervous system تمام sympathetic nervous system ده بيكون في انهي response اللي هي fight or flight ده لما يكون الشخص في حالة stress زي ما قلنا في حالة خوف وهكده طيب لما يكون الشخص في حالة بقى at rest او كده بيكون من السيستم اللي شغال عنده اللي هو parasympathetic nervous nervous system parasympathetic nervous system ده في حالة rest and digest وده في حالة fight or flight تمام جاب لنا هنا sympathetic most active in times of emergency or stress في الحالات الطوارئ او الضغط او الاسترس ده بيكون sympathetic nervous system شغال تمام لما حد يكون خايف او في حالة ضعر او مضغوط او كده بيكون heart rate بيلاحظ ان قلبه عمال يدق بسرعة جدا بيتنفس بسرعة ياخد نفسه مش قادر ياخد نفسه فبيتنفس بسرعة جدا وهكده ده ده لما يكون sympathetic هو اللي شغال طيب لما يكون الشخص relaxed خالص ما فيش اي مشكلة بالنسبة له ما فيش اي stress او كده ده الparasympathetic هو اللي بيكون شغال وهو كمان الparasympathetic ده اللي بيرجع الجسم تاني للحالة الطبيعية بتاعته بعد حالة الخوف يعني لما نعدي مرحلة خوف او حاجة او stress او كده مين اللي بيرجع الجسم لحالته الطبيعية normal بتاعه الparasympathetic nervous system تمام طيب عندنا جايب لنا امثلة كده على على structures في جسمنا يعني وجايب لنا respond بتاعتها في السيmpathetic والparasympathetic عندنا الارس اللي هي العين اللي هي عدسة العين تمام او eye muscle عضلة العين طيب في السيmpathetic stimulation اللي هو المحفز السيmpathetic اللي هو لما يكون ايه لما نكون في حالة stress بالضبط طيب والparasympathetic لما نكون في حالة لما يكون الشخص ده relax السيmpathetic pupil dilation والparasympathetic pupil construction pupil dilation ده اللي هو ايه لما حد يكون فعلا خايف او شاف مثلا حد بيخاف مثلا من الكلاب فشاف كلب قدامه فايلي بيحصل يلاقي عينه الحضقة بتاعتها كده وسعت شوية ال pupil او الحضقة بتاعت العين وسعت كده وخايف يعني مزعور من الكلب ده طيب في حالة بقى ال relaxed pupil بتكون construction او عادية في حالتها الطبعية heart rate and force increase ال heart طبعا بيكون بيشتغل بسرعة اسرع من العادي نلاقي القلب بتاعنا بيدق لدرجة ان احنا اصلا ممكن نكون سماعين صوته لما نكون في حالة خوف او في حالة stress لما نكون في الحالة الطبعية بتاعتنا او الحالة relaxed بتاعتنا heart rate and force decrease نيجي للlong bronchial muscle relaxed وهنا bronchial muscle contract اللي هي عضلات ال bronchial او عضلات القصبة الهوائية او عضلات الشعب الهوائية بتكون relaxed تمام relaxed يعني ايه مرتخية كده مرتخية يعني انا عشان اتنفس بحاول اطلعها من حالة relaxed او الارتخاء اللي هي فيها ده عشان كده بتنفس ازاي كده بحاول ان انا اطلع bronchial muscle دي من حالة الارتخاء عشان اعرف ااخد نفسي كويس اعرف اوصل اكسوجين لللونز طيب نيجي في الparasympathetic بتكون contracted عادي منقبضة يعني اعمالة في حالتها الطبيعية يعني بقدر اتنفس بشكل كويس بقدر ادخل اكسوجين لجسم بشكل كويس جدا في السمال انتستن او السمال انتستن طيب في السمال انتستن عندنا muscle contraction reduced الcontraction بتاع المسل بتاع الانتستن او اللي هي الامعاء بتكون قليلة يعني reduced بتقل ليه يعني بسبب ان احنا في حالة الخوف او في حالة الاسترس او في حالة الامرجنسي مش بنقدر نهدم الطعام كويس بسبب ايه بسبب اصلا المسل اللي موجودة في الانتستن بتكون حركتها او انكباضاتها بطيئة فمش قادرة ان هي تقوم بدورها الكامل في هضم الطعام لكن لما يكون بقى في حالة breast and digest معدتي بتكون شغالة بشكل عادي وبقدر اهضم الطعام بشكل طبيعي تمام دي كده حالات لجسمي بيقارن ما بين لما الجسم يكون في حالة emergency او stress او خوف و الجسمي لما يكون في حالته normal مقارن ما بينهم بس كده يعني كده الدرس خلص اتمنى يكون الدرس مفهوم او بسيط بالنسبة لكم ان شاء الله هنكمل شرح باقي الدروس على مدار باقي الايام شكرا جزيلا